في إطار توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى أفغانستان أعلن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن وصول شحنة المساعدات الإغاثية الثالثة إلى أفغانستان وبهذه المناسبة أعرب السيد عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على توجيهاته السامية بدعم الشعب الأفغاني خلال هذه الفترة التي يمرون بها مثمناً الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موشيداً في الوقت نفسه بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في قيادة العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية موضحاً أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أرسلت شحنة تحتوي على المواد الطبية والإغاثية والغذائية الضرورية للتخفيف من المعاناة التي يمر بها الشعب الأفغاني الشقيق خلال الفترة الراهنة اشتركوا في القناة